أدانت حكومة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابية الذي استادف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى عدن وأسرى عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وقالت وزارة الخارجية في بيان النشرة وكالة الأنباء السعودية تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقصى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استادف مطار عدن وأوقع عددا من القتلى والمصابين تزامنا مع وصول الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة وأضاف البيان أن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب بل للشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته وأكدت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقفها إلى جانب اليمن واليمنيين وكلها ثقة بأن حادثة لهم لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم معبرة عن خالص العزاء والمؤسال ذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين